صباح الخير يا سيد الاولى هناخد النهاردة فيديو جديد عن مسائل الكلامية برضو بس المراتي هناخدها عن الطرح تمام طيب انا دلوقتي قلنا زي ما اتفقنا كده لما يجي اخد المسائل الكلامية لازم اقراها كويس جدا وكمان اي اي عدد هقبله انا لازم اعمل ايه لازم اكتب نقرا كده اشترى شادي كيسا به عشر شمعات كم فيه كم في عشر شمعات يبقى اي دي العشرة واعطى اخته اربع شمعات اي دي تاني عدد اربع احنا هنا فهمنا ايه ان شادي كمعاه عشر شمعات واعطى يعني ادى اخته اربع شمعات كم شمعة طبقت انا هنا بايس انا اقولها عندي كلمة مهمة مقوي ان كلمة طبقة او الباقي او كل الكلام ده بيقولي ان انا لازم اقول ان ديك طرح كلمة طبقت يبقى ديك كلمة ايه طرح يبقى دي علامة طرح يبقى عشرة نقص اربع نقرأ المسألة تاني اشترى شادي كيسا بيها عشر شمعات هو كمعة كم عشرة واعطى اخته اعطى اخته يعني ادها يعني نقص من عنده هو ادى اخته ونقص من عنده كم اربع شمعات كم شمعة طبقت لقيت كلمة طبقة يبقى انا متأكد دلوقتي ان ايه علامة ايه طرح وابتدي ان انا نحل المسألة احنا تعودنا سانة اولى في الطرح بعمل ايه بحط الصغير في مخي الاربع واعد الحد لما وصل لعشرة عدي يلا معي بعد الاربع خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طلعت كم صباح على ايدك ستة يبقى كده اشياء دي معا كم شمع معا ست شمعات تمام كده طيب تعالى نشوف مسألة تانية طيب بيقول لي ايه هنا في المسألة دي بيقول لي اشترت مي سبع كشكيل اشترت مي قد ايه سبع كشكيل انا لقيت اول عدد يبقى هعمل ايه هكتب سبع اشترت مي سبع كشكيل واعطت اختها اعطت يبقى قدت لها يبقى نقص من معاها تلت كشكيل يبقى انا هكتب كام تلاتة اشترت مي سبع كشكيل واعطت اختها تلت كشكيل كم كشكولا تبقى احنا قلنا عندي كلمة ايه تبقى تبقى دي يعني علامة ايه علامة الطرح تاني يبقى اشترت مي سبع كشكيل واعطت اختها يعني نقصت من معيها لاختها تلاتة فكم كشكول تبقى مع ميها بعد مدت اختها تبقى وقدي ايه لقلنا كلمة تبقى يبقى طرح يبقى سبعة نقص تلاتة هيساوي كم هحط التلاتة في مخي وعد لحد لما وصل للسبعة بعد التلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طلعنا كم سبعة طلعنا اربعة يبقى معي مي اربعة كشكيل اتمنى انتوا يكونوا فهمتوا الدرس بتاع النهاردة شكرا